سائلة تسأل وتقول خطيبي بيطلب مني صور عريانة لمناطق معينة في جسمي وبيقول لي ده حقي ده أنا حاب أجوزك هل ده فعلا حقه ولا لا تابعونا السلام عليكم ورحمة الله أكيد أنت سمعت المؤدمة بتاعت السؤال واللي أنا عايز أبدأ فيها كلامي وأقول له ده مش حقك وكسر حقك لأنه مش حقك أبدا أنك تطلع على عورات الناس مش حقك أبدا أنك تنظر على شيء ربنا حرمه وحرم أنك تنظر إليه هتقول لي أصلا خطبها هقول لي حضرتك عادي يعني إيه خطبها الخطبة لا تحل حرام والعورة محرمة أنك تنظر إليها فلا يجوز لك رؤيتها إلا بعد ما تعقد العقد وتكتب الكتاب وتتجوز يا ابن الحلال الخطبة دي مجرد فقط أنك تتعرف على البنت والبنت تتعرف عليك إذا حصل نصيب ولقيته نفسك فاهمين بعض تكمله ما حصلش نصيب ومش متفاهمين أو الخلاف بينكم كبير يبقى كل واحد روح لحاله لكن أنك تطلب حاجات مش مسموح لك أصلا أنك تشوفها ولا تطلع عليها فده من المحرم شرعا قال الله جل وعلا في زينة المرأة وَلَا يُبِدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وحضرتك كلمة بُعُولَتِهِنَّ ديّة يعني أزواجهن وحضرتك لسه مش زوج فلا يجوز لك أن ترى ما خفي من المرأة حضرتك العلماء قالوا أن الخاطب لا يرى من مخطوباته إلا الوجه والكفين بس علشان تطلع بهم على رؤية الجمال والصحة أما أكتر من كده فليس حلالك ولا يجوز لك أبدا أما البنت صاحبة السؤال فأنا عايز أنبع حضرتك كده لشوية أمور أولها خطيبك مش حلالك يعني مش حلالي يعني مدام ما كتبش الكتاب وتزوجك يبقى زيه زي أي حد في الشارع علشان يا بنت الناس تبيفهم حقوقك إيه وواجباتك إيه فلو هو قاعد يقنع فيك بقى ويقولك ده أنا خطيبك وحب أجوزك وإحنا كده الأمور مباحة وحلال بنا فما ينفعش أبدا أنك تسمعيله ولازم ترفض رفضا قطعيا ولو صمم على ده يقوليله كده مع السلامة لأن أنت للأسف خايل للأمانة أيوة خايل للأمانة لأن لما باباك سمح له يدخل البيت فجعل البيت ده أمانة عنده فأنه يطلب منك حاجة حرام يبقى بيخون الأمانة لولدك ائتمن عليها وربنا قال في قرآنه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأكيد أنت ما تقبلش تتجوز واحد خايل للأمانة الأمر الثاني خطيبك إذا صمم أن يرى جسمك ويرى مناطق عريانة في جسمك يبقى معناها أن إنسان لعنده دين ولعنده أخلاء والنبي صلى الله عليه وسلم بيقولك يا بنوتا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لأن لو كان عنده دين كان حيبقى عارف أنك عورة بالنسباله ولا يجوز أن يرى منك أي شيء حرام قبل الجواز ولو كان عنده أخلاق كان حيحترم البيت اللي تفتح له ومش هيعتدي على حرمة البيت ولو كان عنده أخلاق كان حيحافظ على الأمانة اللي ربنا والنبي والناس ائتمنوا عليها ولو كان عنده أخلاق أنا هيحافظ على سمعة البيت وشرفه وما كانش هيعتدي على حرمة أحد من أهل البيت أبدا لازم تركزي قوي في المعاني اللي بتظهر لك دي قبل الزواج وبقولك تاني يا بنتي خلي بالك عشان الصور والشات والكلام ده كله للأسف ممكن الخطبة في يوم من الأيام ما تكملش وممكن هو بعد ما يشوف وياخد اللي عايزه تبقى النتيجة أن يفسخ الخطوبة وبمعاه صور ليكي وكلام مش كويس ليكي يبتزك بيه بعد كده ويهددك بيه بعد كده ويقلب حياتك لجحيم والعياذه بالله وبقول لبنت كده برضو خلي بالك عشان وممكن الحاجات البسيطة اللي بيصغرها في عينيك دي ممكن يستغلها ضدك بعد كده لو حصل في يوم من الأيام والخطبة ما كملتش بعد ما شاف جسمك وبعد ما رأى الصور دي واحتفظ بيها ممكن يهددك بيها ويبتزك بيها بعد كده ويحول حياتك لجحيم خاصة مع النوعية دي اللي ما عندهاش دين أو أخلاق أو ما بتخافش من ربنا أو ما بتعملش اعتبار للناس الكبيرة والناس الجدعة قوي خلي بالك كده ورجع نفسك مرة تانية ويريت لما تختار يتختار الإنسان القوي في الدين الأمين في الأخلاق عشان حيحفظك ويحفظ عرضك عشان كده بنت شعيبة لما اختارت اختارت الرجل ده اللي حيحفظها في دينها وعرضها وقالت لأبيها يا أبتي إن خير من استأجرت القوي الأمين وافتكر دايما كلام حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه احرصي على دول واعرف إن جسمك عورة وأمانة وكل منطئة في جسمك لا يجزء ظهرها أبدا أكتر من الوجه والكفين لأي حد ييجي يخطبك قال الله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ بِتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ اوعي تعتدي على حرمة ربنا وشرع ربنا وكلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفي إن جسمك ده غالي عليك لا يجزء ظهره أبدا إلا لزوجك كما قال الله في قرآنه وإياك ثم إياك أن تغطر بكلمات الحب ونحوها لأن في النهاية محدش هيحصد الحزن والندم إلا حضرتك دي كلمات أتمنى تسمعيها بقلبك وعقلك وتفكري فيها كتير قوي قبل ما توفقي إنك تضغطي زرار الكاميرا وتبعتي له حاجة تندمي عليها بعد كده والسلام